أي مرض الذي يمنع من الصيام جرح في إصبعي وقيل له لماذا تفطل في نهار رمضان قال مريض عطاس زكام وجع في العين وجع في الضرس يصح نعم تخاصم رجلان قال الأول للثاني لا وجع إلا وجع العين ولا هم إلا هم الدين الدين هم هم بالليل وذل بالنهار إن شاء الله أنيقضي عنكم وعنكم يا رب قال الثاني لا 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 والله لا وجع إلا وجع الضرس ولا هم إلا هم العرس من الذي غلب؟ لا شك نعم أي مرض يمنع من الصيام يتضرب مثاله أنت تعرف بعض الناس مريض مثلا بالسكر وقال له الطبيب ما يمكن أن تصوم هذا الصيام في حقه محرم ولا تلقى بعيديكم إلى التهلك قال والله أنا أحب الصيام لابد أن أصوم نقول لا مفهوم؟ نعم طيب فتح الله عليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر